اشتركوا في القناة 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 يعني للجمهورتك نقدر نقول أيضا بمعنى مرحبا كيف حالك هذه سهلة ونقدر نقول أيضا بمعنى مساء الخير سيدتي أود أن أحاورك أو أتحدث معك إذن هذه الفورميل دفتور عدنا قدش المثال أما بالنسبة لفورميل دفتور يعني العبارات الختامية عدنا أيضا أمثلة على سبيل المثال بمعنى تريدين أن تختمي أو تريد أن تختم المقابلة تانا نقدر نقول أيضا يعني من دواعي سرورنا أو ساعدت بالحديث معك سيدتي ونقدر نقول أيضا بمعنى نشكرك على منحنا من وقتك إذن هذه عبارة عن أمثلة هذا لازم تشفاه لهم على أقل لما يطلب منك مثلا أنك تدير فورميل دفتور ولا فورميل دو كلوتور تكون حافظ واحدة منهم على الأقل أما بالنسبة للاسوخص وهو المصدر وش لازم يكون فيه يكون فيه الجورناليس يعني اسم الصحفي منينجات يعني الصحفي الصحيفة هذه وش اسمها ولا ضغط أيضا يعني التاريخ إذن بعد ما تعرفنا على كل عناصر بقليل كورد والانتربيو جسد هذا الحوار وش لازم يكون فيه قبل ما نمر إلى جسد هذا الحوار رح نتعرف على عبارات أخرى للعبارات الافتتاحية والعبارات الختامية إذن فورميل دفتور أما فيما يخص يعني العبارات الختامية أو النهائية يعني شكرا لمنحنا من وقتكم نراكم في المرة القادمة نقدر نقول أيضا ما هي كلمتك الأخيرة أو ما هي آخر كلمة قدمها ونقدر نقول أيضا يعني كان من دواعي سروري وجودك بيننا إذن بطبع الحال هذه الكلمات لازم تتدرب عليهم وتشف عليهم لأنك تحتاجهم إذن كما سبق الذكر نمروا إلى الجسد يعني لكور لانتربيو إذن جسد الحوار هذا وش لازم يكون فيه شوفوا معي جيدا جسد الحوار عادة ما يكون فيه سؤال وجواب سؤال من طرف الجورناليست واللغي بونس تكون من طرف لانفيتي اللي هو لانتربيو بمعنى هذا أيضا وش لازم نلقو نلقو فيه كيستيون تطال يبقصي على هذا الدرس واحدو رح نتعرف علي إذن شوف معايا قبل هذا المثال على حوار إذن جو بوفو بوزي كيستيون أستطيع أن أطرح بعض الأسئلة وي افك بلزير نعم بطبيعة الحال ويكون أدفوني أين ومتى ولدت أستيف 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 ولدت في مدينة أستيف في هذا العام أكل عاج عادي كمانسي أفر بأي عمر بدأت بممارس الرياضة أل عاج دوز عمر إثناش سنة كمبيان ده وزنتريني بو بجور كم من ساعة تتدرب في اليوم بخير دو تخوى زور بجور تقريبا ثلاث ساعات في اليوم كمبيان دو ماتش أفر كم من مقابلة لعبتها كارون ماتش لوكو ودي ماتش انترنسيون بمعنى 40 مقابلة محلية و10 مقابلات دولية كم أفر رمبورتي تخو برمير ميدال دور بمعنى متى فست بأول ميدالية ذهبية لك وين يو ومن 1996 وشمبيونة دالجيري سنيور بمعنى في عام 1996 في البطولة الجزائرية لالكبار سنيور كالي votre conseي جون ما هي نصيحتك لهؤلاء الشباب إذن جلي conseي معنى أنصحهم دو فر تجور دو سبور بو اتر en bonne santé يعني أنصحهم بأن يمارس الرياضة دائما لأنها جيدة للصحة أو ليكونوا بصحة جيدة إذن هذا مثال على interview بين صحفي ولاعب كرة قدم كما سبق هذا الحوار تقدر تدل la formule de clôture التي قبل قليل إذن يكون عندك interview تقدر تدرب عليه نزيد مثال آخر أيضا بالنسبة لهذا الحوار إذن مثال آخر ما هو اسمك جسوي إيموريست ألجيريا أنا ممثل جزائر ممثل كوميدي إيموريست أو إكون أدفو ني متى وأينا ولت كيت لغاو جي معناها جورناليست آ معناها عبد الكادر إذن متى وأينا ولت إذرا جاوب جسوي ني ل 21 جوية 1965 ع غزاوات ولا يدو تليمسا أدفو الجريا دوريجين هل أنت جزائري الأصل وي جسوي دوريجين الجريا نعم أنا جزائري الأصل أين قدمت أول مهرجان لك إذن إجابة جي بخيزان من ممثل قدمت المسرحيين تعي كومي من شو أو تياتر في فرنس يعني في مصرح ب فرنسا عبد الكادر شكرا لك ومزيد من التألق إذن في الأخير إلى اللقاء إذن كميراكم تلاحظوا لاحظنا مثالين على الحوار إذن هذورا مهمين جدا باش تتعلم تسأل منهم جيبكوا الراس واكتبهم لأنهم بعدها يقول لك يأما يعطيك حوار فيه أجوبة وانتدل الأسئلة يأما يعطيك حوار فيه الأسئلة وانتدل الأجوبة لذلك هذا تتعلم خاصة خاصة رح الانتروجيون بخصية رح نشوفها إن شاء الله في الدرس الثاني إذن هذا بالنسبة للمثالين تاع الانتربيو إذن نمر الانتربيو وش هي الهدف من الانتربيو الحوار إذن الانتربيو والله البيوت الانتربيو أو الهدف هذا الحوار دائما الإجابة تتعني تكون إذن الانتربيو كوميونيكاتيو وانفورماتيو إذن دائما النية أو الرؤية الكاتب في الحوار هو إعلامية معناها يعلمنا على مثلا لهذا الممثل عبد قادر السيكتور معلومات وكتش زاد وينزاد وكتش أول مسرح يقدمها إلى آخر معلومات كاملة إذن أيضا نقدر نكتب إذن لما يقول كالي لا فيزيو كوميونيكاتيو وش نقدر نجوب نقول معناها يحاور إذا يحاور فينا باش يعلمنا على مثلا أنجوار كما شفنا في الحوار الأول أو يعلمنا على من على نيموريست كما شفنا عبد القادر السيكتور يعني ممثل كوميدي أو أيضا يعلمنا على كاتب إذن هذا رمي تغيره على حساب الحوار ليعطيه لك يا إما يعطيك حوار على لاعب ولا على ممثل كوميدي ولا على كاتب إلى آخر المهمة هذه الجملة هي لتحفظها ديالوغي pour se faire connaître على سبيل المثال أنجوار إذن هذه هي كومينيكاتيف نمر لا نمط النص أو نوع النص إذن كي يقول لي كالي لتيب تيكست يعطيني جست في يعني برر إجابتك إذن لتيب تيكست نوع النص تعنا وشي كون هو نمط تعنا إعلامي إذن وش نكتب له هنا نكتب له أنتغذي يعني عبارة عن حوار وعادة ما يمتلك مباشرة لتيب دو تيكست ويعطي أنتغذي ويعطي لتخوف إلى آخر المهم الجاوب على الجاوب يكون أنتغذي لتبرير تعنا على أنتغذي كين واحد الحوائج يبين لبلي هذا رأو أنتغذي إذن وش شفنا شفنا لشابو لقلنا فيه المعلومات وقلنا أيضا نلقو لغيبليك لغيبليك سؤال جواب سؤال جواب هذي يسمون لغيبليك وأيضا نلقو دوز انتغلوكوتور يعني المحاورين اللي هو الانتغذيو وي اللي هو الصحفي والضيف وأيضا نلقو لفراز انتغغغاتي يعني الجمل الاستفهامية بكثرة ليطرح الصحفي والله لغيبليك كما ركما تلاحظو هذي أسئلة تخيز أمورة لازم تشفع لها لأنه دائم الموجودة في الفرود والإختيبارات نشوفو أسئلة أخرى دوتخو كسيان رحي غولي كو ربخيزان لغيبليك مي انتغغغنثز رحي عطي كو موحد لغيبليك والله عبارة عن ناسسغير لغيبليك ديرون بيقاوسين والله يكتب بيخط مائل والإطاليك يسمى لشابو إذن لفاساج مي انتغغغنثز دان لتخيزان لشابو إذن أشفو ألا دو سؤال لما يقول كيف يقول بيخط نمائل يقول لفاساج مي انتغغغنثز دان لتخيزان لشابو سؤال آخر أيضا يقول كي سان لز انتغغنثز يقول أشكون هو المحاوير نحن نقول له اسمه مثلا لجورناليست عبدالكادر سيكتور أو أنه يقول لي وريهم لي بالضبط إذن لان تغفيوه غشكونه وقلنا هو الصحفي إذن لجورناليست ولان تغفيوه اللي هو المدعو أو الضيف إذن هو مثلا لان فيتي اللي سميناه عبدالكادر سيكتور إذن أظن أن كل الأفكار رهي واضحة بالنسبة لهذا الدرس تاع لان تغفيو أظن أني ألميت بكل المعلومات تحت هذا الدرس لازم تلاجعه مرة واثنين وتكتب عندك وتلاجع باش تستفاد جيدا من هذا الدرس إذن نمر إلى الدرس الثاني لهو درس مهم جدا لان تغوغاسيون توتال إيباقسيال باش ميكونش الفيديو طغيل وباش متملوش هذا خلوه في فيديو واحده بإذن الله في القريب العاجل إذن بهذا أشكركم على حسن المتابعون صغاء في فيديو آخر إن شاء الله لا تنسونا من خالص دعائكم سلام شكرا للمشاهدة